السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله بمساءكم أو صباحكم اليوم إن شاء الله حبيث أنني توصل معكم مباشرة وأنا سيقا أول مرة أنت توصل مع الجمهوري وأنا أسوق لأن الوقت لا يحتمي وخصوصا بعد شركة البخور ولكن هناك رسائل كثيرة جدا جدا وردت علي هذا الأمر هو الذي يجعلني أنني توصل معكم بهذه الطريقة لأنه لا يوجد وقت وأنا لم أعرش نسوق لسه وأنا كنت أتكلم في أفن وإن شاء الله سأحاول عن وصلة الرسالة كما قلت لكم بعد ما أعطيت الرقم أو لو كنت كان وضع الرقم للوصل على الهاتف للناس فكيت وصلوا معي فمئات الرسائل والرسائل كلها تدور في منحنة واحد وهو العكوسات التعكيسات السحر ومنحن نسوق لديهم أمراض ومنحن نسوق لديهم أمراض غير طبيعية يعني غير مبررة طبيعيا أو طبيعيا فبعد ما أعملت يعني بزيف أو الكثير من الكشوفات كشوفات تظهر أنه أغلب الحالة ليس لها فيها سحر وليس عندها أي سحر أي سحر هناك بزاف أو العديد العديد على الناس اللي يعتقدونها أن هناك سحر ولكن والله العظيم لا يوجد سحر يعني ماذا نجد أجد أن هناك طاقة سلبية وأن هناك عين وأن هناك يعني عوارض أو موانع بسبب عمار البيوت بسبب عمار البيوت يعني كان يوجد شخص نفسه وأنه كان مثلا خدام مزيان كل شيء في الأمور مزيان على أحسن ما يرام ولكن لفجأة تم قلبه الأوضاع رأسا على عقب فأول شيء أحب أن أذكر به الناس هو طاقة البيوت طاقة البيوت والله العظيم يعني أجهزة أشياء راهبة فلنقول لكم جمهور الحبيب نحن مسلمين والله العظيم أجد أن اليهود والنصارة ليست لهم أو لديهم مشاكل كما يوجد لدينا يعني المفروض أننا نكون عايشين في سعادة مع الله سبحانه وتعالى لأننا مسلمين نصل ونصهم ونصدقنا يعني أمور المفروض أننا نكون عايشين ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم واستغفرون يعني الاستغفار أول شيء ثاني حاجة يعني أي أخرى تقول سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي لكم أنا لم أكن حرش نصف وأنا كانت تكلم بسم الله أي لا يقولك الله سبحانه وتعالى وما يفعل الله وما يفعل الله بعدابهم وما يفعل الله بعدابكم إن شكرتم أو آمنتم يعني الله غني على أنه يعدبنا وأنه ولكن من نفسنا وقسم الله العظيم إلا الأمور كلها جاءة والمشاكل كلها جاءة من نفسنا فالأمر بدون منطول عليكم تجد البيت ينادي والنفس ينادي والروح ينادي والجسد ينادي يعني بلهفة للهديك الذات أو للنفس بداتها بشخصها أنها ترجع واحد ولولي واهلة تفتاقد المكان وتفتاقد الروح الناس ما يعني منشاغلين في أمور الحياة وسيبين أو يعني يدعون أنفسهم تتخضط في المشاكل والعفوسات والطعوبات كل شيء من أنفسنا يعني مني وجبت أنا الأولى يصبني شي حاجة لا قدر الله لا قدر الله الحمد لله فأنا أعرفها دائما أنها من نفسي يعني حتى في دعائي أقول يا ربي أنا عرفت من نفسي يا ربي أنا عرفت الله شديتني رغت بهدلني فتحرقني في نار جهلنا ولكن يا ربي أنا عبدك أنا ضعيف وأنت أربي يقول يعني لا حلالي يا ربي يسمحني يعني يسادي يتضرعني الله كيف تلدم أنه له ولو جاء هو القدر من الله المهم خلاصة لأنني قررت نوصم خلاصة الموضوع أحبائي الرجال والعيالات والنساء وكل شيء لازم أنكم تهروا بيوتكم والله البيوت تعاني وتنادي والله العظيم لبيوت يعني في كركبة وفي الساخ وفي غبار والله هذا الشيء يجدون لنا الطاقة السلبية للبيوت طاقة السلبية هي الجن هي الشياطين هي عمار المكان بقدر ما يكون البيت متسخ غبار ما يشترتيب كالبغاج وهذا الشيء تكلمت في مرارا بقدر ما تكون الثعوبة والمتاكل والإنسان مغموم عليه والإنسان ينوض ينزل يوميا صباحا يدخل الطاقة النور يدخل الشمس ثم يعمل واحد شوية البخيرة البخيرة نقولها لكم يوميا دائما من نهار ونقول لكم أنا أعتقد بالبخور أنا وبخير نفسي وبخير بيتي الحمد لله كان طاقة البخور رائحة طيبة ثم يعمل ليه واحد الورد واحد ججر كعات ويوميا يقسم بيربي الكعبة وسبوع تلقى الأمه أنها تلقيت المكان عامر أمه يعمل أمه تلقيت المكان يروح لن ينزل بإذن الله تلقوا أو لا توجدوا لا يوجد مكان اسمحوا لي يا الله أخذت لكم أسبوع شاء الله بإذن الله تجدوا أن الأمور تغيرت بشكل جدري المهم الخلاصة ماذا نفعل لتغير الأمور أول شيء حتى الناس بالنسبة لتصلوا بيه كان كلهم تطهير فهذا يعني يعتبر تطهير كنت تأخذوا بإذن الله حفنة الحرمل يعني كان عرفوا أجرنا والحرمل وفت سبقة وتكلمت عليه لعدة مرات حرمل كتعملوا في طبق أبيض كتقرأوا عليه سورة الجين سبع مرات سورة الجين سبع مرات وانتما كتعملوا مرة مرة أسبوع ديالكم سبابة كتعملوا تجاه الكعبة كتعملوا تجاه الكعبة كتعملوا تجاه الكعبة كتقرأوا عليه سورة الجين سبع مرات ثم تقسمون هذا الحرمل سبعة أيام بعد كل صلاة عصر يعني من بين المغرب والعصر من بين العصر والمغرب تبخرون البيت بحفنة وهكذا لمدة في نفس الوقت لا تغيرون الوقت أبداً هذا هو السير لماذا؟ لأن التوابع والعكوسات والموانع والعوارد والجين والشياطين يبدأون في تحركاتهم في هذا الوقت وخصاً تبعاً عندهم مثلاً توابع الأجار عن الله فهذا الوقت ما بين قبل المغرب يبدأون النشاط حقهم يعني يبدأون النشاط ديالهم في العكوسات وفي الحاق الأداء ببني آدم فهذا الوقت نعمله دائماً لتوقيف السحر لتوقيف الظالمين كل الأمور متعلقة يعني بالعلاجات غالباً نقوم بها في بعد العصر يعني قبل المغرب بعد العصر وأمور الخير كان نعملها طبعاً بدأ الفجر لأن كما كلنا طاقة سلبية تتحرك قبل المغرب تبدأ في تحركات ديالها فترة الليل كله ولذلك يعني كان وجدوا أن فترة الليل فترة الإجرام الجرائم يعني الحمور كل الأمور السيئة تبدأ في الليل قبل صلاة المغرب يعني قبل صلاة المغرب من المغرب إلى الفجر من الفجر إلى المغرب يعني كان نعملوا حاجة طيبة يعني حاجة الخير ففي هذا الوقت كان ندوموا هذه القضية سبعة أيام اقسموا برب الكعبة وتفكروني عملوها سبعياً في نفس الوقت كفائدة من أعماق القلب ولمجرب ألاف المرات عملوا هذه الطريقة سبعية وشوفوا الأحوال زيد على ذلك فسخ الموانع والطاقة السلبية بالرصص والله العظيم طاقة يعني راهبة والله ستتغير حياتكم بشكل راهب كل شيء سيختفي الأمور ستبدأ تتسر والأمور ستنجح معكم وأي عمل بديته تتوفقوا فيه جربوا اردتوا علي الخبر بإذن الله وجربوا وتفكروني